من أجل الارتقاء بجودة العنصر البشري وقعت مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة سيتي لإدارة المنشئات الرياضية يهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود لتعزيز الدولة في اكتشاف كافة المواهب من أجل الارتقاء بجودة العنصر البشري وتحقيق متطلبات التنبية البشرية وقع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع شركة سيتي لإدارة المنشئات الرياضية بغرض تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة للسراتيجياتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين الهدف الرئيسي من عقد البروتوكول النهاردة هو دعم المواهب في كافة المجالات وليس فقط المجالات الرياضية سواء ثقافية أو علمية الخطوة السريعة اللاسية لاستكمال المنظومة اللي هي بعد كده اكتشاف المواهب بعد كده النهاردة التنمية في سواء المستوى الرياضي ومستوى الثقافة ومستوى الاجتماعي هو ده دورنا أنا سعيد جدا الحياة كريمة والتحالف الوطني وقعوا مع سيتي كلاب على مستوى محافظات مصر كلها تضمنت بنود العقد عدة محاور منها استقبال فعليات وأنشطة التحالف داخل فروع أندية سيتي كلاب بكافة محافظات الجمهورية للتوعية بالثقافة المصرية الأصيلة والتوعية بدور المجتمع المدني في العمل التطوعي بالإضافة إلى التوعية بأهمية الغذاء الصحي المتكامل نستخدم أو نستثمر مقرات سيتي كلاب اللي موجودة في محافظات كتير إذا كانت في اليوبية إذا كانت في المنوفية إذا كانت حتى في الصعيد إن إحنا هنستخدم هذه المقرات وإحنا كمؤسسات في التحالف الوطني معنية بالتطوع زي صنع الحياة هنستخدم إن إحنا نجذب مجموعة من المتطوعين سواء بقى من أعضاء النادي أو من الناس اللي عايزة تطوع في المبادرات بتاعتنا ويهدف البرتوكول إلى دعم وتكامل الجهود المبزولة في تلك المجالات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في ظل رؤية مستقبلية بأهمية العمل على تطوير صناعات الرياضة